واستجابة لتوجهات رئيس لجنة ثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي فقد تم تشكيل لجنة التواصل والتنسيق الخاصة بعلاج الجرح المغرر بهم من أبناء محافظة تعز وتشكلت لجنة برئاسة محافظة تعز عبد الجندي وعضوية كل من الشيخ عبد السلام الدهبلي والشيخ محمد عبدالله عثمان والقاضي نجيم محمد العزي والقاضي أحمد أمين المساوى والدكتور واثق الفقي نائب مدير عام الصحة بالمحافظة وبناء على التوجهات فإن اللجنة ستقوم بوضع آلية استقبال الجرحى وتأمين عودتهم ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لتنفيذ مهمها